سورة الفلق نعم سورة الفلق الله سبحانه وتعالى يقول فيها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصحت وجه الخطاب إليه يعني لابد أن نعلن للناس ونبين للناس ما في هذه السورة نعم أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره لأن الالتجاء والاعتصام بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا أقدر عليه إلا الله شركة كبر برب الفلق رب الفلق الفلق الله سبحانه وتعالى يفلق بين الليل والنهار فالق الإسباح نعم هذا لا يستطيع أحد أن يصنع هذا يخرج النهار من الليل والليل من النهار نعم الحبوب الآن مثل القمح الشعير الله سبحانه وتعالى هو الذي يفلقها فيخرج منها الزرع نعم فالق الحب والنوى نعم النوى نوات التمر مثلاً الآن تنفلق ويخرج منها الزرع من الذي يقدر على هذا والله لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى نعم نستعيذ بالله من ماذا؟ من شر كل مخلوق ونستعيذ بالله من عمل السحرة لأن عمل السحرة في الغالب يكون آخر الليل نعم آخر الليل الغاسق هو الليل إذا غطى بظلامه إذا وقب يعني إذا دخل نعم نعم ومن شر النفاثات في العقد النفاثات هن السواحر الساحرة الآن أو الساحرة من علامات معرفة أن هذا ساحر أو ساحرة يعقد العقدة وينفث فيها فتستعيذ بالله من هؤلاء نعم نعم ومن شر كذلك تستعيذ بالله من الحسد ما هو الحسد؟ ما هو الحسد؟ هي كراهية النعمة للغير يعني لا يحب لأخي أن تكون لديه نعمة نعم جلسي أو حسد غل حقد في القلب نعم أول ذنب عصية به الله سبحانه وتعالى هو الحسد كان من إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام ترى نعمة على أخيك ماذا تصنع؟ تقول بارك الله لك فيها أي نعم تدعو له بالبركة تريد شيء؟ أطلب من الله هو الغني سبحانه وتعالى لماذا تحقد على أخيك؟ لماذا تحسد؟ إذن ماذا أصنع عندما أرى نعمة عند أخي أدعو له بالبركة بارك الله لك فيها سورة الفلق متى تقرأ؟ في أذكار الصباح والمساء وعند النوم وهي رقية أيضاً لأن بعض الناس يذهب إلى الرقاء لماذا تذهب إلى الرقاء وأنت تحفظ